مجمع الإنتاج الحيواني وتجميع الألبان بمدينة السادات بمحافظة المنوفية والذي افتتحه سيد الرئيس عبد الفتاح أسيسي كالنقطة الأحدث في الإنتاج الحيواني المتطور والسلالات عالية الإنتاجية والجودة كما وكيفا من خلال معامل متخصصة ومراكز للطب البيطري وأيضا مزارع للتسمين والإنتاجية العالية عن طريق التهجين مع السلالات الأجنبية إذن معنا لقاء مع وزارة الزراعة هذا الجندي الذي يبزل الجهود الكثيرة في توفير الأمن الغذائي المصري معالي الوزير أسايد السيد القصير وزير أزراعة والستصلاح الأراضي برحب حضرتك أهلا نسى صباح الخير صباح الخير يا فندم وألف مبروك على هذه الخطوة الجديدة وتحقيق حلم جديد في مشروع قومي مصري ربنا يكلمك مبروك لمصر معالي الوزير عايزين نكلم حضرتك عن استراتيجية هذا المشروع واستراتيجية وزارة الزراعة تحديدا في تنمية اقتصادية وأيضا توفير أمن غذائي للمواطن المصري بسم الله الرحمن الرحيم خلينا نتكلم الأول أن يمكن قطاع الانتاج الحيواني والصروة الحيوانية يمكن شاهد خلال برضو الثمان سنين اللي فاتت نهضة ودعم غير مسبوك من فخامة سيد رئيس كيادة السياسية والحكومة لأن يمكن حضرتكوا عارفين قطاع الصروة الحيوانية بيمثل نسبة مؤثرة في اقتصاديات الانتاج الزراعي في العالم يعني نسبته في الانتاج الزراعي في العالم بيتراوح ما بين 20 إلى 40% هذا القطاع هو المسؤول عن توفير فرص عامة لصغار المربين والمزارعين أيضا بيساهم في تغذية الإنسان أيضا بيساهم في رفع كافية استخدام الموارض الطبيعية هذا القطاع المهم وفي ظل تنامي احتياجات الإنسان والضغط زياء الطلب على المنتجات الحيوانية واحتياجات الغذاء من هذا البروتين كان لابد ان توجهات فقمت سيد الرئيس ان احنا نتبنى استراتيجية وضحة ومحددة المعالم للصروة الحيوانية تمثلت اهم محاور تنميق قطاع تستراتيجية الصروة الحيوانية تتمثل فيه اولا تحسين السلالات المصرية كان بيصبك هذا الامر هو حصر اعداد الصروة الحيوانية عشان نقدر نحدد اماكن التركزات ونحدد الاحتياجات ونحدد الرعاية البيطرية ونحدد التدريب لزملائنا ونحدد الاحتياجات من السلالات الحاجة التانية المحور التاني وهو محور تحسين السلالات ويمكن اللي احنا بصدد هذا المشروع المشروع المتكامل للإنتاج الحيواني والقلبان ايضا كان المحور التالت وهو توفير برضو الاهتمام بالرعاية الصحية ودعم صحة الحيوان لان حفاظ على صروة المرب الصغير ده امر مهم بالنسبة لنا المحور الرابع هو محور المشروع القومي اللي بتله وهو توفير اللحوم الحمراء وتقليل فجوة الاستراض المحور الرابع أو كده مسألة المشروع القومي لمراكز تجميع الألبان وتطوير مراكز تجميع الألبان ايضا هناك مجموعة من الاجراءات الدائمة اللي بتكون بها وزارة الزراعة في سبيل دعم وتنمية الصروة الحوانية دعينا نتحدث عن هذا المشروع اللي احنا فيه والمحور الخاص بتحسين السلالات هذا المشروع العظيم اللي تحت رعاية جهاز مشروعات الخدمة الوطنية اللي بنوجه الشكر للقوات المسلحة اللي بجانب دورها الرئيسي في حماية البلاد والدفاع عن الوطن وتوفير الاستقرار والأمن ايضا بتساهم بدرجة كبيرة في النهضة الزراعية والنهضة الاقتصادية ويمكن حضراتكم قريبا حضرتوا معنا افتتاح مشروع مستقبل مصر المشروع العملاق في الدلتة الجديدة هذا المشروع ايضا بيستهدف تحسين السلالات وفقا لمبادرة فقامة السيد الرئيس ان احنا لابد ان احنا ندعم تحسين السلالات ونرفع من مستوى انتاجية الصروة الحيوانية عند صغار المربين والمزارعين بنبدأ نستخدم محورين المحور الاولاني ان احنا بنحسن السلالات اللي موجودة عند صغار المربين والمزارعين من خلال استراض سلالات عالية الانتاجية سنائية الغرض ايه فندم هنقدر نوفر القيمة المضافة لهذا المشروع وتحسين السلالات والتدخل بالعلم في الهندسة الوراثية في هذا المجال احنا يمكن عندنا عندنا من خلال الحصر في اعداد الصروة الحيوانية عندنا حوالي سبعة ونصف مليون راس ما بين ماشية تسمين البان اغنام ماعز وخلافه عندنا رؤوس الاناس حوالي اتنين وتمانية من عشر اقولي تلاتة مليون راس ماشية الاصناف عالية الانتاجية فيها حوالي اكثر من مية وخمسين الف راس ان شاء الله توجهات فخامة السيد الرئيس ان احنا نتوسع في هذا المحور واستراد رؤوس عالية الانتاجية هذا المشروع اللي احنا بصدد تشريف فخامة السيد الرئيس بافتتاحه بيتضمن في المرحلة الاولى حوالي 2000 راس من عالية الانتاجية وانتاجية عالية في مجال الالبان ان شاء الله معمل حديث للأبحاث البيطرية ايضا احنا بنتوسع في هذا الامر يمكن هيساعد في تقليل الاسعار والشكل المباشر الفائدة المباشر على المواطن المصري كمان الفائدة على المربين والمزارعين اولا اللي هو فائدة على المواطن المصري بصفة عامة ان احنا بنؤدي الى زيادة انتاجية اللحوم وبالتالي تحقيق قدر من التوازن والتقليل فجوة الاستراد الحاجة التانية ان احنا بنزود كمية الالبان ومع توجه الدولة لدعم منظومة التغذية وزيادة استخدام ومشروعات تغذية المدارس والاطفال في المدارس والتلاميذ نزود استخدامهم في اللبن ايضا تصنيع الالبان واصبحنا حاليا مصدر قدر من المنتجات المرتبطة بالالبان ده بيوفر عملة صعبة البلد على الجانب الاخر بقى انه بيؤدي الى توفير حياة كريمة للمرب والمزارع لان بنفس الامكانيات وبنفس التكاليف بحق انتاجية عليها سواء من معدل تحول اللحوم او الالبان وبالتالي احنا بنساعده في ان احنا بنرفع مستوى معيشته بنوفر فرص عمل بنوفر له حياة كريمة وبالتالي احنا توجيه في خامة السيد رئيسة احنا توسع في هذا المشروع وبنعمل برتوكال مع كبار المستوردين كبار المربين المزارع النظامية ايضا بنقدم لها الدعم وزارة الزراعة موجودة في كل مكان بالاضافة الى كده بقى احنا عندنا الجانب الاخر وهو تحسين سلالات الرؤوس المصرية بنستخدم السلالات المحلية بنحاول نرفع انتاجيتها من اللحوم والالبان من خلال محور التلقيح الاصطناعي احنا يمكن عملنا اكثر من اتنين وستة من عشرة مليون راس ماشية ادنالها يعني جرعات من خلال الجرعات المحسنة خلال التلات سنين اللي فاتت الحمد لله النتائج الجابية حوالي مليون راس ويمكن حضريك لو شفتي في مظاهر الصروة الحوانية الموجودة في الاسواق وعند المربين تغيرت شوية والانتاجية ارتفعت شوية سواء في معدل تحول لحوم او في معدل الابان وده كله بيعود على المواطن من مصر وعلى شعب مصر العظيم وتفعيل البحث العلمي والعلم في عمليات التنمية في الداخل المصري بالشكل المتكامل بشكر حضرتك جزيل الشكر السيد السيد القصير وزير الزراعة وسط صحر الارض شكرا شكرا شكرا